السوداني في واشنطن بظل ظرف حساس تشهده المنطقة ما قراءتك لتوقيت هذه الزيارة؟ أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديكم الكرام في الحقيقة زيارة مهمة في توقيت مهم صحيح أنها زيارة ليست سهلة باعتبار أن الظروف السياسية والظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة هي ظروف ليست مستقرة ومعقدة وما شاهدناه يوم أمس من وجود صواريخ انطلقت باتجاه إسرائيل من قبل إيران هو في حد ذاته يؤشر بوضوح على الأزمة الحقيقية الموجودة في المنطقة ولكن زيارة السيد السوداني في إطار دلالاتها بالرغم من التأخير وتهجيلها لأكثر من مرة ولكن أعتقد هي مهمة في هذا التوقيت باعتبار أن صانع القرار في العراق يحاول أن يمارس سياسة النائب النفس عن هذه الصراعات الموجودة ويحاول أن يبتعد عن سياسة المحاور وأعتقد أن الملفات التي يحملها السيد السوداني إلى واشنطن هي ملفات متعددة ولكن هناك سلم أولويات في إطار هذه الملفات أعتقد أبرز تلك الملفات وطبيعة العلاقات العراقية الأمريكية ما بعد إنها مهمة التحالف الدولي طيب وهذا ما تحدث به السوداني دكتور عندما قال أنه سيناقش بالتأكيد عملية إنهاء التحالف الدولي في العراق لكن هناك تقارير تفيد بأن بايدن لا يريد مناقشة هذا الملف كيف نفهم ذلك؟ نعم هناك تحدي للحكومة الحالية هناك ضغوط كبيرة تمارس من الداخل العراقي ومن الخارج العراقي على هذه الحكومة بضرورة إنهاء ملف وجود التواجد الأمريكي لا سيما في القواعد المعلنة أعتقد أن الحكومة في موقف لا يحسد عليه هي تحاول أن تستخدم القوى الناعمة في التفاوض مع الجانب الأمريكي هي لا تريد أن تخسر الجانب الأمريكي باعتبار أن عملية الطلب الرسمي بعملية الخروج والخروج القسري غير إرضائي سوف تكون له تداعيات تدركه الحكومة جيدا أبرز تلك التداعيات هي تداعيات اقتصادية فيما يتعلق بالعقوبات وغيرها الكثير لذلك الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر ولذلك نجد أن السيد السوداني عندما ذهب يحاول أن يفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي من جهة باعتبارها هي اتفاقية تضمنت جملة من النقاط المهمة المتعلقة بالعلاقات العراقية الأمريكية مع بعض الانسحاب ويجب أن تكون هذه العلاقات ليست علاقات عسكرية أمنية فقط علاقات اقتصادية وعلاقات شراكة أعتقد أن عملية التجاوب الأمريكي مع هذا المطلب سوف لن تكون سهلة إذن على ضوء مخرجات الاتفاق حول انهاء التحالف الدولي في العراق ربما ستترتب الملفات الأخرى ومنها الطاقة والاقتصاد والاستثمار التي من المفترض أيضا أن يبحثها السوداني برأيك ماذا تنتظر بغداد من هذه الملفات؟ في الحقيقة الجانب الأمريكي يحاول أن يربط ملفات أخرى إضافة إلى هذا الملف هناك ملف مهم فيما يتعلق بموضوع الإعفاءات العراق سنويا يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم إعفاءة من العقوبات المفروضة على الجانب إيراني فيما يتعلق بتصدير الغاز عندما يقترب الصيف يحتاج العراق إلى كميات كبيرة من الغاز لغرض تشغيل محطات الطاقة الكهربائية وبالتالي أعتقد أن العراق سوف يحاول أن يجدد هذه الإعفاءات فضلا عن ذلك هو يعمل بالبديل يحاول أن يجد له بديل آخر وعملية استيراد الغاز من دول أخرى ولكن لغاية هذه اللحظة هو أيضا بحاجة إلى الغاز الإيراني فضلا عن ذلك الجانب الأمريكي يحاول أن يحافظ على العملة الصعبة في داخل العراق وعدم تمريرها إلى دول أخرى مفروضة عليها عقوبات لا سيما دول هي إيران وسوريا ولبنان أعتقد أن الجانب الأمريكي يحاول أن يضغط على الحكومة العراقية في ملافات معينة وفي نفس الوقت الحكومة العراقية تحاول أن تتفاوض مع الجانب الأمريكي لغرض الوصول إلى جدولة حقيقية للانسحاب الكامل بالرغم من أن الحكومة العراقية منذ اليوم الأول لجولة الحوارات الاستراتيجية بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية في الجانب العسكري لغرض إنهاء مهمة التحالف الدولي ولكن الجانب الأمريكي لم يعلن ولا لمرة واحدة أن هذه المفاوضات هدفها لأساس إجلاء القوات الأمريكية ولكن الجانب العراقي يؤكد على أن المهم الأساس هو إجلاء القوات الأمريكية طيب بشأن اللقاء المرتقب بين السوداني وبايدن ماذا يريد السوداني من بايدن بالتحديد والأخير ماذا يريد من السوداني؟ في الحقيقة العراق المتمثل بشخص السيد رئيس الوزراء من خلال الوفد وطبيعة تشكيلة الوفد هي ليست طابع سياسي فقط طابع اقتصادي السيد السوداني يحاول أن تكون هناك شركات أمريكية فعالة في إطار جهود الإعمار التي شرعت فيها الحكومة منذ بداية تشكيلها فضلا عن ذلك الحكومة السيد السوداني تريد أن تعيد التنسيق الذي كان سابقا فيما يتعلق في التواجد الأمريكي والتحرك الأمريكي باعتبار أن هناك قروقات كبيرة من الجانب الأمريكي في إطار عملية القصف لبعض القيادات المهمة بعد القصف أصبح التنسيق من الماضي والآن الحكومة العراقية تريد أن تعيد هذا التنسيق الكبير فضلا عن ذلك العراق يحاول أن يوظف الجانب الدبلوماسي في عملية إجلاء القوات الأمريكية من العراق لا سيما وأن القواعد هي معلومة ومن خلال هذه المفاوضات بالإمكان المفاوض العراقي من خلال الأدوات الضغط يحاول أن يجد له جدولة للانسحاب وعملية الاستبدال أن تكون هذه القواعد خارج العراق في دول أخرى مجاورة أو قد تكون جدولة معينة زمنية ولكن لغاية هذه اللحظة الجانب الأمريكي يرفض فكرة الجدولة جدولة الانسحاب باعتبار أن الجانب الأمريكي يجد في العراق أنه نفوذ ستراتيجي مهم والجانب الأمريكي دائما ما يرى أن موضوع تواجد القوات الأمريكية هو مهم لمحاربة التنظيمات الإرهابية وعرسها داعش العراق يحاول أن يبرر أن داعش انتهى يعني خلال المفاوضات أعتقد سوف يحاول السيد السوداني أن يبين للجانب الأمريكي أن التهديدات الحقيقية للتنظيمات الإرهابية لم يعد له وجود وبالتالي وجود هذا التحالف ووجود هذه القواعد العسكرية الكبيرة ليس له أي معنى طيب على الصعيد الداخلي هل تتوقع بأن زيارة السوداني قد تحدث شرخا داخليا بين الأحزاب خاصة أنها زيارة ربما ستكون فيها الكثير من الملفات الأمنية وتؤدي إلى حدوث شرخ بين السوداني والإطار التنسيقي لغاية هذه اللحظة السيد السوداني يحظى بمقبولية على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي وأغلب الكتر السياسية تدعم السيد السوداني ولكن الكثير من الكتر السياسية التي ذكرتها حضرتك تنتظر وتترقب النتائج هذه الزيارة هل تم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالتواجد الأمريكي في قواعد معلومة أم أن الجانب الأمريكي تنصل من موضوع الانسحاب وبالتالي المخرجات هي بحد ذاته قد تدرس من قبل الكتر السياسية وفي حينها سوف يكون للكتر السياسية موقف واضح وأعتقد أن السيد السوداني يحاول جاهدا أن يتم الحصول على موافقات مبدئية لغرض الإجلاء والانسحاب لأن عملية بقاء القوات الأمريكية في الكيفية الموجودة وفي القواعد الموجودة يشكل حرجا للحكومة خاصة في ظل الاستهدافات المتبادلة ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني أو ما بين الجانب الأمريكي وبعض الفصال الأخرى شكرا جزيلا لك أستاذ العلومة السياسية في جامعة بغداد دكتور طارق زبايدي شكرا جزيلا لك